اشتركوا في القناة اخر لا يعرف معنى الغيبة اصلا وسادس لا يدري ما هي الغيبة وسابع يهرج كما يهرج المهرجون وسط هذه الضبابية في الموضوع نريد ان نشق طريقا جديدا قرآنيا في معنى الغيبة وهل انها حكرا على الامام المهدي او انها كانت فيما مضى مع الانبياء عليهم السلام وغير الانبياء والامام المهدي ليس بدعا من الرسل كما يعبر القرآن الكريم يعني لم ينفرج بذلك حتى يكون مثار للعجب ومدعاة للعجب وانما هناك من سبقه بذلك بانواع الغيبة الان سنكتشف من خلال القرآن الكريم هناك انواع للغيبة في القرآن اود ان اشير الى مسألتين مهمتين المسألة الاولى هناك ثلاث مذاهب في فهم الغيبة وهذه المذاهب انقسمت ما بين التفريطي او ما بين الافراطي والتفريط والامر بين الامرين الافراط احبابي اصحاب هذا القسم هم الذين اعتبروا غيبة الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف في مقابل الحضور يعني لما غاب معناه ما موجود خو ما فائدته حتى وان ولد هؤلاء اصحاب افراط في الواقع ما فهموا الغيبة بصورة صحيحة باعتبار جعلوها في مقابل الحضور خو كما سنبين ان شاء الله الخضر غائب وموجود ما فائدة وجوده مع غيبته سؤال هذا سيأتينا بالتفصيل لسا ما رجل استبق المعلومات اصحاب اصحاب الافراط اصحاب التفريط هم اصحاب القول واصحاب نظرية انهم يجلسون مع الامام وان غيبة الامام هي حتى ظهورا يعني ينظرون الى الغيبة كظهور وهم قاعدين مع الامام من الصباح الى الليل هكذا يدعي بعضهم مع الاسف بعض المنحرفين اللي يجمعون الشباب من حولهم من خلال الكذب على الناس والدجل والقلب الحقائق جعلوا الغيبة الامام قابلهم ظهورا وهم مقابلين الامام من الصباح للليل يشربون معه الشاي ويرونه كل يوم ويراهم ويجسون معه ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم ومع أصحاب تفريط في الواقع أنا، هذا مو صحيح لا أصحاب الاتجاه الأول أصحاب الإفراط صحيح ولا أصحاب الاتجاه الثاني صحيح هناك قوم هم أصحاب الأمر بين الأمرين وهذا هو المذهب الصحيح والقول الصحيح والنظرية الصحيحة نظرية الأمر بين الأمرين فلا غيبته في مقابل حضوره ولا أنه صلوات الله وسلامه على بابه مفتوح للجميع ويراه الجميع إذن كيف هو غائب؟ لا هذا صح ولا ذاك صح الأمر بين الأمرين فغيبته في مقابل ظهوره وليست في مقابل حضوره بل هو حاضر لكنه غائب سلام الله عليكم اشتركوا في القناة